موسيقى السلام عليكم وبركاته 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 في مسألة حلقة جديدة برنامج هذا المساء تراجع مواشر الإصابة بكورونا كوفيد 19 في حصيلة أمس غير أن أعداد الإصابات بالفيروس ما تزال مقلقة ومرتفعة ومعني ضرورة التقييد بالإجراءات الوقاية التي هي موضوع حلقتنا اليوم وهذه الحلقات الماضية في برنامج هذا المساء يسعدني أن نناقش معي هذا الموضوع دكتور محمد بونة مبارك الطبيب الرئيس بمقاطعة تفراغ زينة ومنسق فرق كوفيد 19 وسيكون معنا من مدينة روسو السيد محمد فال عبدالله رئيس مصلحة محاربة الأمراض والرقابة الوبائية في دارة الجهوية لعمل الصحي بولايات ترارزة مشاهدنا الكرام قبل أن نبدأ النقاش ونتابع هذا التقرير الذي يعده موحمدنا المكان ملتقى طرق مدريد والزمان أسبوعان على إعلان الجهات الصحية دخول البلاد الموجة الثانية من الجائحة العالمية تدور عجلة الحياة هنا على وقع الوعي بضرورة الإجراءات الإحترازية إجراءات يبقى رهان عدم الإصابة قائما على التقييد بها في الأماكن العمومية نصيحة بالمواطنين أعلنهم كاملين يتحلوا بذل إنقالهم أعلنهم كلهم يكلد مكان ويأعلنهم كلهم يدير كمام ويدير قهات والإجراءات كاملين يقبضهم يكاد نقدوا نسيطروا على ذل واباد غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن العامة وتعقيم الأسطح والبقاء في المنازل قدر الإمكان توصيات وجدت طريقها للمواطن الذي أصبح يعي حساسية الوضع الراهن وهي التوصيات التي انعكست على كل تفاصيل الحياة وبشكل خاص في وسائل النقل من خلال أخذ الحيطة والحذر طالب للناس كاملة إنها تحافظة هي أولا مع روصة تعرف عنها هي من نفسها هي لا تعالج روصة تدير كمامات كاملة نحن التكسيات لا يوجد أحد ما يدير كمام ولا يدير حولي وعاسين الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنت الجهات الصحية يساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس وهو الذي يتطلب اليقظة من خلال التقييد بالإجراءات التي تمليها الظرفية الصحية فما مدى نجاعة الإجراءات الاحترازية في وسائل النقل وما السبل المتخذة للتقييد بهذه الإجراءات أهلا بكم الجديد مشاهدنا الكرام وذكركم مشاهدنا الكرام أننا سنتقل إلى النقطة الصحفية اليومية مباني وزارة الصحة عندما تكون جائزة أهلا بكم الدكتور الدكتور البلاد الآن تشهد ما يعرف بالموجة الثانية من جائحة كورونا والحديث اليومي اللي لا نمل منه تكراره هو الإجراءات الاحترازية كيف كل حد يقديوك راسه من هذا الداء اللي ما عنده حتى الآن علاج بسم الله الرحمن الرحيم حق هذه الموجة الثانية موجة لاحظنا أننا اشتديت العدوى وقطعا عن حد قد يدفدها لا بالوقاية الوقاية اللي هيشني يلزم بيته يمشي لا لين عدو الشي لا بد منه ويحاول أنه تم دائما دار كما بتقصي اليدين قصي اليدين وهو الحجاب حد قد تم يقصي اليدين لين يوخض ويقصي اليدين لين يرجع ويحاول أنه اللي عاد عنده مادة من ذلك المواد اللي منطهر كيف يدروه الكوليك قد تم اللي نعود بعد منه دمين والله شي قد تم يقصي اليدين ويحاول لعد الشيء قال التباعد الاجتماعي وانها عالقاش قالت ما يعد معها يدير كمامة وإلا عاد ما يدير كمامة نقوله يدير كمامة ما أنا حشن منه لأنك صح ويقوله يدير كمامة وحاول أنك فهم تم مسافة مني هذه الإجراءات اللي نتبعهم حد عموما يدير إن شاء الله يوقي رأسه ويوقي الوطن وهذه الإجراءات من اللي الدولة دخلت فيهم بصيفة ملموسة صيفة نحن نعتبرها للصحة صيفة جيدة لأنه هذا حضر جوي حضر تجوال مهم لأنه لذا يعاون نحن فهم لأن تعرف كما قلت انت قالك في المقدمة تكلمت عن عن تزايد للقعم تزايد للقعم هي كانت منزايدة فوق منحنة كانت طالع الحمد لله قاعناك ستنهار منحنة كانت طالع طالع ما شيء مهم ونحن نعتبره وفهم لا هي لا هي كبضة شنقالها لا يسطح لنجل قراءة المنحنايات مهمة عند الناس لتعرف الوضع لأن هذه الإجراءات لا نشرحها واحدة واحدة من الهدف من البرنامج هو لتثقيف الناس واللي ما قد شاف ما يعرف يعرفون أنتم ممارسين يوميا وهذا هو تخصصكم ومشارتكم لأن هنا هي الإجراءات بالنسبة للغسل اللي دين الشيء يكفي منه كان لا حد يقسل اللي دين وتو صدعهم مياه عند الربين ويشي داخل والله جيد وغسل اللي دين هذا لا تتعود معروف ما هو لا غسل اللي دين لك حد يقبع يدير مياه ويبال اللي دين في قماش يقبع الصعبون فهمت يحاول أنه يقسل يديه شوه يمن الشكل يقسل يديه يقسل الابوينت الادواء وانا رسل الافار يقسل مقاس زين نفهم يقسل يحاول حنفية ما يمس بيدو ماللي لين فتسم يحاول أنه يدخل يدير يدير يدين تقسل يدين عارف أنه عاد المسؤول ويحاول ماللي تمسكنها ما يتمل يمس به الاسطح ويحاول 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 هذا هو الرواية خاطئة ويجب أن نحدد فداها هذا يمقس الادواء هذا صعب على الابوينت دواء هذا متاح كل حد كل حد يعدلها لا يسوى بوم ويسوى بالصعب ويسوى بمشيء الاسسانسيال هذا بين الأصباع و الابوينت دواء مهم لأنه دائما تعالى الأظافر دائما يدخل تحتهم ويسوى يسوى ويدخل داره لا يوجد مشكلة والله يوخض ويعدل اسمه هذا لن يتم حد يعدل يوميا يعدل 6 مرات إلى 7 لا يوجد مشكلة الصعبون الذين لا يضروا للشيء ولهم مواد تخطير اسمه ويتم أيديهم مسؤولين ويتم حالته مع البوط كمامته طبعا من نسبة الكمامة جوابين الكمامة هاي عند الناس كل حد عنده طريقة يلبس بها واللي يلبس ويتم كارده منه يقض يمس خنظرات وذلك ترقاب واللي يديرها تحت تشوف ياسر الناس يتكلم يديرها وهي هو المسهدف الخنافر تشرح لهم هاي والله مهم هو المسهدف مهم يستخدم استخدام صالح يستخدم تعود فوق فوق النارين فوق الفتحات الخنافر فوق وساكن فهمت وانت مندخل الصباعي فيها ونتنذيرها ولي ما ندخل الصباعي فيها والله نزرقها في بلاصة فهمت مش دارة هي كردة الصحة عدري يحركها يحرك في الحال هاي كردة صحة هي عنده مكان هنا نحاول نديرها على شكل الأنف يعني عود متمونة فهمت نتنفس تنفس متمونة وليز ونحاول الملي فهمت ما ندخل فيها النقر الصباعي نحاول قدرت لعمل الأمام ونحاول الملي أن ننذيرها ما نتمل فهمت نقض خلي خنافري ونعود كان يدار على فم هو الفم مشكلة فهمت يغل ملي الخنافر هو الأساسي لأنه يدخل الفيروس هو يصيب الريئتين يعني هذه حاضر سرتو الخنافر وفهم لأنه أبسط الأخر معقد شوي وصعيبة وطويل أخبار غالب هذه حافظة لهم وعاد عس نترك هالكمامة يغني عنها الحاول والإهدام الذي نعرفه دائما كمكان والمالحفة بالنسبة للسيدات لا شبه لا الكمامة لأنه أذوك أخرى يتمر الحاول يتعقب ملي تقرب جه بالتالي يتصق عنه رواية يتصق لأنك تعود تستنشق وإن مدة صلاح يتكمل كما مع هذه كفائل دار أو صحيات وشي كما مات عموما يمضون لخمسة أو ستة يقال فيهم رواية زين ميزة هما تقسلهم ويقال تقبع لهم البخار فمت ويقال تقسل للشمس للتعرف الصابون ينقسل ويطرح ويقال يقعد لهم صق لهم ويقال حد يعمل لهم يقال لك نهارين وثلاثة حد لا عند طريقة يجبع فيهم وحد وحد وخلاص والشي يقال عموما يتم يحافظ عليهم ويقال ويستعمل ها ويقبع ويجبع ويجبع زيز زي لا يطرح بيلي لا يطرح خليف الوت تجمع 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 ويجبع الله يطرح مزرقة الله ويجبع خطيرة تشوف مرواية ومزرقة ودائما يقبع 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 على قل الحبل ويقطع فهمت لعلا الشير يجي فهمت ويجي دارها ويحاول يقبع ويجي ويجي ويحاول يحافظ لأنه خطيرة لا يقبع يقبع ويجبع الشير نوع من الفعال نزالنا الدكتور من الإجراءات احتراز نزالنا من التباعد لنجوله نقبع تقرير من مدينة روسو ونعود لنقاش من مدينة روسو مع السيد محمد عبدالله رئيس مصلحة محاربة الامراض والرقابة البابا يردار الجويل عمد صحيح بلية التراز في مدينة روسو الحدود يتزداد وطرة الاحتراز مع السمرار زيادة عدد المصابين على المستوى الوطني بفيروس كورونا في موشتي ثانية أسواق روسو تعيش على وقع الحضر من الإصابة وحديث الناس يتصدر تساؤل عن عدد الحالات وهمية التقيود بالتعليمات الصحية يقوم بهم يا الله بعد قاع أول بعد قاع ما يعدل نوافق أيديه بعد قاع والباس وبل ومبدي يمودي يا الله ينظف ويا الله ينظف نفسه بالصابون مكتزمين بالتزامات من المقالم يعدلون كلهم يقول يجير كمامة يعدلها واللي ما عنده كمامة يجير حولي تعالت مران يقول التلف من الحفت وتعدلها والله إن شاء الله روسو ذي جولة الثانية الكورونا قدمت الإقبال في تعميل الكمامات ياسر والناس وحاعت والبلدية قاعدوا المصالح الطبية في روسو تتابع مسار الجائحة وقد عدت جناحا خاصا بالمصابين بكوفيد 19 يتكون من عدة أسرة مجهزة للتعامل مع أي حالة إيجابية على مستوى ولاية الترك أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام إذا ننتقل إلى مدينة الروسو معنا من هناك السيد محمد فال العبدالله رئيس بأصلحة محاربة الأمراض والرقابة الوبائية في الإدارة الجوية للعمل الصحي بوليات الترارز أهلا بكم ماذا عن الحالة الوبائية على مستوى ولاية الترارز بشكل عام أولا أشكر القناة الوطنية بالنسبة للحالة الوبائية من الساعة لسنتات بدت الموجة الثانية من الجائحة نسجلنا لحد العام تسعة وعشرين حالة عشرين حالة الله الحمد والأمور الله الحمد تحت السيطرة تم تطبيق التعليمات الواردة من المعالي وزير الصحة من طرف المديرية الجهوية وكانت بتوفير الفحوص على مستوى جميع النقاط الصحية فضلين عن المراكز الصحية التي كانت تتوفر عليها والمستشفىين التي لدينا مستشفى روسو ومستشفى بوتليميت وتم أيضا توفير بعض اللوازم الوقاية الشخصية بالنسبة للطاقم الطبي وشاركة المديرية الجهوية للعمل الصحي مع السلطات الإدارية في التحسيس دمت السلطات في الأسواق ولمقاطعات من أجل القيام بإجراءات اللازمة لمكافحة والتصدي للموجة الثانية لا يتسمحنا لا ينتقل للمتمر الصحفي إجاز لا ينتقل المتمر الصحفي وعاد المتمر الصحفي لا ينراجع إن شاء الله للمشاهد الكرام ننتقل للمتمر الصحفي اليوم من مباني وزارة الصحة ثم نعود للنقاش بعده إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أخواتي الكرام وأخواتي الكريمات إليكم الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد في هذا اليوم مع دكتور مدير رقابة الوبائية ومعلومات الاستراتيجية ومديرة الطب الاستشفاء بسم الله الرحمن الرحيم أخواتي الكريم خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل عفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 176 إصابة جديدة من ضمنها 21 من بين المخارطين و 155 حالة مجتمعية الصفر من الحالات الوافدة تم كذلك تسجيل 91 من حالات الشفاء الجديدة وللأسف تم تسجيل 10 وفيات نسأل الله العليا قدير الرحمة والغبران للمتوفين إجمال الإصابات منذ بداية الوباء بلغ أهضاء 185 من ضمنها 1458 من المخارطين و 13162 من الحالات المجتمعية و 185 من الحالات المستوردة تم تسجيل 1372 من حالات الشفاء فيما بلغ إجمال الوفيات 254 نسأل الله لهم الرحمة والغفران بالنسبة للحالات النشطة اليوم أثر 1179 من بينها أثر 1330 بدون أعراض 89 من الحالات الخفيفة و 60 من الحالات الحرجة نسأل الله لهم الشفاء أما توزيع الحالات حسب المقاطعات فهو كالآتي تم تسجيل إصابة واحدة في مقاطعة أمرش إصابتان في تنبتغة ثلاثة في عيون الأتروس أربعة في الطينطان واحدة في ألاك واحدة في روسو إثنتان في نواذيبو واحدة في تيججة إثنتان في سريبابي إصابة واحدة في بن الشاب 31 إصابة جديدة في لكسر إصابة واحدة في السبخة 92 إصابة في تفرق زينة أهضاعش في دار النعيم أربعة في تيارت ستة في تجونين ثمانية في عرفات إصابة واحدة في الميناء وأربعة على مستوى مقاطعة الرياض تم كذلك إجراء ألف وثمانمية واثنين من الفحوص الجديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية موزع على مية وثمانية وستين من الفحوص المتابعة وألف وستمية واربعة وثلاثين من الفحوص التشخيص من ضمنها ألف وثلاثة وثمانين من الفحوص السريعة وأخمسمية وواحد وخمسين من فحوص الحمض النووي بسار خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية تم إجراء مية وثلاثين فحص على مستوى ولاية الحوض الشرقي أثمانية واربعين على مستوى ولاية الحوض الغربي مية وواحد وثلاثين في العصابة أهضاعش في غورغول الخمسة وخمسين في البراكنات وثلاثين في تريرزة أربعة وثلاثين في ولاية أدراء واحد وثلاثين على مستوى ولاية داخل تنواذيبو وستطعش في تقانت واحد وخمسين في قدماغة أسبعتاش في تير الزمور مية وعشر فحص فحوص جديدة على مستوى ولاية إنشيري ثمانمية وواحد وثمانين في نواكشوت الغربية ومية وخمسة في نواكشوت الشمارية فيما تم إجراء أربعة وستين فحص جديد على مستوى نواكشوت الجنوبية إجمال الفحوص منذ بداية الوباء بلاغ مية وسبعة وعشرين الف وثمانمية وثلاثين من ضمنها 18 أربعة وسبعين من الفحوص المتابعة ومية واتسعة تلاف وثلت مية وسبعة وستين من فحوص تشخيص موزع على تسعة وثمانين الف وثمانمية وسبعة وثلاثين من الفحوص السريعة واتسعة وشاركة وثمانمية وسبعين وفحوص المتابعة والحفوص المتابعة مدامة وميسير وإصدارنا و المصدرات العارفية تشعر في الدعام. مقاربات المصدرات العامات التي يبرناك التنفيذ من حضورها. ثم في الحضور الاح lung لحدثثنا تشعر الفئرات الاحبية. مع الأنظر مقاربات التوياس التي يمش حولها في المقاربات الغحة المصدرات العامات التي يوجد تحولها. وبال значит أن أعرف ذلك العادرات العامات التي يبرناها تعجُّنة التي يبرناها على بعض الأجسائلات الرقالية. L'équilibre de guérison depuis le début de la pandémie est de 8372 et malheureusement l'équilibre de décès est de 254. المترجم للقناة 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 ومي ألف وزيتمية وحداش خروج من المستشفية ولم يقومون بتخيلumi دورانة 24 هبنة، 27 عبنة حصوطة تحسن احسن تحسنido، تو تحسن الكثير، 17 عبنة حصوطة تحسن وينتحسن تحسن على شخص ايهاد لسير قبل المشاركة حصوطة تحسن من المصنع المشاكتب للمحصوطة التحسن الغمينات الآن والحصوطة التحسن على الهوث تحسن الهوالة القفا تحسن الهوالة نحنة لكن في الشخص 2 patients simples à l'hôpital de Rousseau, 2 patients simples à l'hôpital d'Ayoun, 5 patients à l'hôpital mère-enfant dont 3 simples et 2 graves, 11 enfants à l'hôpital de l'amitié dont 4 simples et 7 graves, 39 patients au centre hospitalier national dont 32 simples et 7 graves, 41 patients à l'hôpital Cheikh Zaid dont 22 simples et 19 graves, 26 patients au centre national de cardiologie dont 14 simples et 12 graves, 13 patients graves à l'Institut national d'hépatrovirologie. Nous souhaitons à tous les patients un bon rétablissement. Le cumul des cas hospitalisés depuis le début de la pandémie est de 1 470 dont 1 298 cas simples, 172 cas graves et 1311 patients sortis de l'hôpitalisation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous recherchons vraiment Nous recherchons والبروتوكول المعمول به لدينا هو أن الأشخاص اللي لديهم معراض بسيطة ولم تكن لديهم معراض يبقاوا في الحجر الصحي مدة عشرة أيام وعند اليوم العاشر يأخذوا من الحجر الصحي طبعاً تباعاً لإجراءات محددة للخروج من الحجر الصحي يشرحوها لهم الفراق الطريقة التي يتم بها الحجر الصحي ويتم بها الخروج من الحجر الصحي ولا يتطلب الأمر فحص ذاني عند الخروج من الحجر لأنه عند اليوم العاشر متأكدين على أن الشخص لم يعد معدي ما تلا ينقل المرض وهو من نفسه ما تلا يواجه خطر وبالتالي هذا الفحص ما عنده ضرورة ويشكل ضغط على الفراق ومنافسة للفحص التشخيص الذي هو أهم وبالتالي نختار المواطنين يتعاونوا معنا في هذا المجال ويتفهموا ضرورة أن يتبعوا هذه التعليمات للحجر الصحي ويتم بها الخروج من الحجر الصحي ويتم بها الخروج من الحجر الصحي عند اليوم العاشر طيبقان للإجراءات المعمول بيه أتitty التشخز على تت야ل أ أرجو أننا قد تتشخز على التشخزي عن تقديم أعطي أن الأمر في تدعات المستخزي على الأشهر السابق إلينا في الفيش التي تتجد في السوال النوم من أعطي الانقاء في دولة الصحي هذا التشخزي رسول النوم وهو يبدأ في الدولة في تعليم ويبدأ في النوم بالتالي بعد التشخزي qui n'ont pas présenté de signes ou qui n'ont présenté que des signes simples, au 10e jour, ces personnes ne représentent plus de risques pour elles-mêmes ni pour les autres. Donc elles ne transmettent plus le virus et ne représentent pas de risques de complications à partir de la 10e journée. Donc c'est pour cela que notre protocole est tel qu'à la 10e journée, les personnes doivent sortir du confinement conformément aux mesures qui leur sont expliquées par les équipes au niveau des Moukata. Et donc ça n'est pas du tout nécessaire d'exiger ce 2e test qui ne fait qu'augmenter la pression sur nos équipes sur le terrain et constituer aussi une concurrence pour les tests de diagnostic qui sont dans la situation actuelle les plus importants. Nous devons surtout dépister les cas positifs, les confiner pour rompre le cycle de transmission du virus et pour dépister aussi les personnes qui présentent des risques de complications afin de pouvoir les prendre en charge. Et donc on doit se concentrer sur cette tâche et on ne doit pas être dispersé par les tests à la fin du confinement qui est vraiment une mesure inefficace et il n'y a pas vraiment aucune obligation à le faire et elle n'est à la limite pas du tout nécessaire. Donc nous comptons sur vraiment la compréhension de nos citoyens et leur disposition à appliquer ces mesures. En fait, l'entrée en confinement dès la sortie du test positif, la sortie du confinement à la 10e journée sans test mais conformément aux mesures qui sont expliquées par les équipes sur le terrain. Merci à chaque mois d'être. Madame la Monsieur le Karam, nous nous essayons de suivre les opportunités de ce que nous avons besoin de l'écrire du investissement dans les pays hémur du pays au niveau de l'éducation sur le terrain. J'ai l'entrée des bénéfices dans les pays, dans la fin d'être amor. J'ai le kéni. J'ai l'éducido sur le ADD, J'ai l'éduc posteriori au Travail des bénéfices de la politique du déclatine avec les étudiants, le déclatine, le déclatine, d'éducation, j'ai le déclatine et c'ai l'éducation مقاطعة من الناس الذين نشرحه له الذي يجب أن يعدل فحص هو يعدل وكان موجب وشرط أيام إذا كان لديه أعراض والشي يقولون له أنه لم يكن لديه مشكلة وأنه لا بدنا نعدل فحص يدخلوه معه يدخلوه أنت تعرف يكبض للوقت هاي متلعلكم أنتم مالضبط ما عادكم ناس المرضى ويبضل للوقت هذين الشخص شبهه التشخيص الناس اللي ما تعرف أنه موجبا من حد موجب قاية الأولى وهو ملي بعد عشر تأيام أثمن تأيام معروف أنه الفيروس ما يمضي بالجسم وراه يموت ونقول له ماتا عندك أعراض ولا عندك مشكلة يقولون ماتا عندي مشكلة يقولون لهم أن نطلص لهم أنه يضيقهم ما أمتو هذا الشيء بعادي ويزاوي الحياة وغيرنا نجينا وقولنا لا بدأ عدل فحص وعدل لنا ضغط في المتياع في المراكز وعدل لنا ضغط في التين وطلبنا فهمت طلبنا المدير العام أن هذه النقطة فهمت أننا أرغطنا ومتعبتنا وعندنا ياسم الشغل مهم ونقول المواطن في وقت حاله وفي وجهة هذا أخرى لأنه حد حد عدل فحصه وطلعه بوزيتيف وطلع عيجابي وعطعه شرطية أمرها وبراماتنا عنده مشكلة وصلنا كانت عنده أراضحة فيه والله ما كان حاسب شيء ما عينه هو اللي للطب ويعدل فحص أخر ومجديد تير كمام تيمشي مشي الناس العادية فهمه والضغط فهمه وضغط وشرحوا لهم وشرحوا لهم ونقولون رواية بروتوكول ناسيونال نحن معدلين وعرفنا أنه كان في السمن الأول كان عنده نتيجة غير لاحظنا أنه لا عنده نتيجة لاحظنا أنه يقبض من الوقت للناس الخلال المهمة اللي يلودونها ومن ينجح عشر أيام يجد يطلع بوزيتيف ومن يجد يطلع بوزيتيف وبعد عشر أيام ينقل المرض ولكن عنده أعراض ولكن عنده مشكلة وبالتالي فهمت شخص عادي عادي هذا منذ رأي كان يجد يطلع وله حد مخارط حد مخارط رقاش حد أجبار رقاش ويعقب ورايك بنهاري الله لا يشخص لك رقاش عنده كورونا وما قد تحسب شي وعاد لأحشر أيام عندك رقاش هو هذا ما عنده أعراض يقول لك ما عنده مشكلة إن قادره فهم إلا عاد قبول وراه وقاعد ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة أنا أصر ياسر منه يجي يوم ما عنده الطب يدور عدل فهي دقاء ما وحاسب هذا يخلق الضغطة يوميا نقول لك أننا اليوم نقعد ونشتقل يوميا نقول لك عندنا شاقريتهم وحدين جايين ولا عندهم أعراض ولا شيء إلا جاي عدلوا فحص ونجد فعص هذا أولا يقبض نحن الوقت فهم ويخصر علينا يسر يمتباكن شخص طلبناه هو شخصيا مدير أنه فهمت أنه يهي وانضح بحق يا دكتور ملاحظة سريعة اليوم الف وثممية وثنين الفحص ومئة وستة وسبعين حالة جديدة ورجوع شوي للمحانا هذا مهم هذا مهم تعرف الف وثممية معناها فهمت نحن فحوص كثرت نحن أقصى نحن نحن الوزارة فهمت أعطيتنا أمر فهمت أننا نزيد الفحوص يضح أننا فهمت نحن نلاحقين تضح خارطة الوباء تضح نحن وخارطة الوباء وملي اسمه وملي عدنا هذا المزير التي عادت الدولة عاونت فيها قلت لك عن المنحنة عادة فهمت مات ماشي كانت 200 وشي وقام قاض فهمت شهر مئة وسبعين وعدنا نحاول فهمت إن شاء الله قالي إن شاء الله وعنه ننصبو على قبل هذا مرحلة نحن لا تستطع ما أشي لها ما أشي لها نحن موجة ثانية تقريبا أنه يعد نحش قيام الله وكان زي ما الأول تتعرف أنه كان ماشي 300 مئة زايدة تخارص 170 مع نص فهم نحن بدأنا نبانتو وذلك مهم فهم وذلك مهم وبالتالي هذا ترازيات الفحوص مهمة لأن نتناع الوزارة مهمة تقايمة بالواجب لأن اليوم كانت زيارة للوزير الصحة للفرق الميدانية في المقاطعات وتشجيعها وسولانا عن مشاكل هذا يك نحاول كاملين قمة وقاعدة فهم نشتغل لأن نشدوا أخبار الفرق وطريقة عمل لأن منسق كوفيد لأن نشدوا أخبار لأن سيد محمد فال عبدالله رئيس عمل الصحيب ولاية التلازل شركوا معين عدموا للكم نشدوا أخبار العمل لأن بيكم مستاذ سأل قبل المؤتمر الصحفي كنت شادين أخبار لإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى ولاية التلازل وقاطعناكم بين المؤتمر الصحفي بس سمحوا وتابعوا الإجراءات الموضوع كنت تتحدزوا فيه بين الإجراءات التخريط أيضا تشديد الإجراءات على مكان العبور اللي هو العبارة نقطة العبور من القوارب من وإلى موريتان وتم إجراءات تشديد الإجراءات على هاي النقطة وكشف على الوافدين والبحث عن الأشخاص اللي عندهم معارات وفحصهم في حالة أنهم عندهم معارات كما تم أيضا كيف قلت توزيع توزير مستلزمات لجميع المراكز الصحية والنقاط الصحية البقاءة للأشخاص وإجراءة الوحوص اللي إعطات الوزارة تعليمات توسيع الوحوص وتكثيف للبحث عن أي حالة من أجل العزل أي مريض لتوقيف انتشار المرض بين المواطنين والبحث عن المخالطين وعزلهم أيضا في الحجر الصحي وتجديد الإقابة أيضا درجة أكبر من كان فضلا عن التكفل بالحالات سواء على مستوى المؤسسات الصحية هذا يسير في نفس الوقت جملة من جراءات العدد السلطات الإدارية على مستوى الأسواق وفرض الناس على الكمامة وحور التجول وتقليص أيضا استخدام المساجد الحد من الاكتبار في المساجد العاخرية جملة من جراءات الخراءة هذه جميع الجراءات التي هي لا شك ستعطي نتائج وتقلل من الحالات في الولاية هذا أيضا من الله العزي إذن شكرا لكم سيد محمد فعل تبقى معنا مزين اللي نرجع لكم أثناء الحلقة لأن دكتور كنتم تتحدث عن عمل الفرق ثم كمنسق تحدثنا بشكل سريع عن عمل الفرق في داخل الواكشوب أنا على فكرة أنا ورئيس فرق تفرق زين تفرق زين ما في مشكلة تحدث عن العمل وهو تقريبا ولا يعد يطار العمل مرتاني قاع كامل والله شوف نحن نظامنا رائي نحن عندنا فرق فمت ثابتة فمت في المستشفية لا 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 في المقاطعة معناها اللي هي بولي كلينيكا عيادة مجمعة عندنا فرق أربع عشرين إلى أربع عشرين أي وقت فمت نحتاجوها موجودة عندنا فرق تدخل فمت ناس اللي ضعيفة ولا ناس الكبار ولا ناس بادي التحرك نجوها في الديار عندنا فرق عندنا سيارات نعذر بها نعم الشغلة عندنا موالي فمت عندنا إجهزة موالي نقصوا بها فمت نسبة الأكسجين في الدم ونقصوا بها ضغط ونشوفوا حالة لا عادة حالة فمت تحتاج المستشفى نبوح لها فمت وعندنا طريقة نسير كوي قالوا ما شوار المستشفيات هات حالة عادية ونحن نعطوها دواها ومورة طيبة ونتموا اتصال بها كل يومين والله لازم تألفنوا لها لقد عندنا أي مشكلة تضرح حال هنا ونقصوا بضغط متين غير ضغط متين سرتوهم في مقاطعة تفرق زينة كما تعلم تفرق زينة هي أكبر المقاطعة حتى هي تصدر حتى الآن موريثاني كامل هي تصدر في أعداد والله حسنا دائما يتفرق على تفسيره والله والله شو نحن نعتبر مقاطعة تفرق زينة هي عاصمة العاصمة ترعان فيها الإدارة وفيها استفارات وفيها ثنادق وفيها المستشفيات وأمالي فيها نسبة وعي ما خاسر علي الشي ناس ناس اللي فهمت المثقفين فيها يازرين وبالتالي دائما يحسوا بشي قسو المستشفيات والله يطلبوا التشخيص وأمالي فهم في رق وأمالي تشتقال وأمالي فهمت وأمالي ينبه عن فهم في رق تعدل شغلتها لكن أمالي بالنسبة لنا نحن مهم كمؤشر أمالي كما تعلمون مستشفيات موجودة طرعنا 70% المستشفيات موجودة في مقاطعة وذلك كامل أمالي يحسب يحسب دائما الأشخاص المعدلين هين قال هل تقع تجيب واحد مقاطعة أخرى بأسير ويتقع مهو في اسمه ويتقع من من دكستار ولا دار نعيم الله شمال لا يقسم مستشفى ويحسب تراغزين أمالي مروهات اللي تزيد دائما يقير بعد بنسبة نحن نعتبره فهمت عفهم قلق ولا معنا متقلق لا نعتبره فهمت عن أبو عراء والله شلالة عن هاي المكان فهمت اللي ياسر فيها لأنهم شعر لا ينفترضه شخص وعدل الفحص وطلع إيجابي وهذا الشيء الله يعدل سؤال زين وعملي فهمت وكان نتكلم عن المدير الصحة اللي دركت يا جزي بالخير شد علينا فهمت وسمع ندائنا فهمت اللي طلبناه فهمت جزي بالخير أطاع إشارة له شوف وحنا حد كامل مجب حد كامل اللي قلناه وقلناه وقلناه أنه يدخل في بلو ويقعد مدة عشر تأيام اللي نعود عشر تأيام فهمت يومي التالي منه ما تعنده رأس ولا تعنده حمى ولا تعنده شيء نقول له فهمت عنه إنسان طبيعي ما تألا بده المفاصل أثناء عشر تأيام ما تعنده عنده دوية عمله عنده شيء من دوية نكتبوهم لعينا فهمت أنا ياسم المرضى فهمت عندي معهم علاقات يجو وفهمت تلفنون لهم يقبض تلفوناتنا ونعودوا نراصلوهم مشهورهم الدول يالتما يقبضوا ونصايح وشتلفنوننا ونبدلوا لهم معناها فهمت علاقة بينكم التوم والمرضى نحن ملي أنا عندي فريق فهمت فريق فيه غريب من أربعة طباء فهمت عندهم تلفونات وعندهم سمو فهمت ويمشون كل حد يجابي دائما في مداومة عندهم تلفون جيف فيه فهمت المقاطعة ويتلفلهم ويحلوا المشاكل بهذا الشيء وعندنا فراغ ملي وحدات فهمت فراغ تتنقل وبالتالي هذا فهمت بجموعة ستنكب هي هي التي تتكون من هذا وبالتالي شرط أيام لن يجعل شي نقال له وانت لسه هدو ملي ان كونتاكت كيف حد كان مع واحد موجب وجاي لي عد الفحص ما عنده أعراض لا معنى فهمت أنت ماشي يتعدى لا تقبل بلاس طرقاج واخر ولا يتقبل فهمت واخت حد واخر وانت ما عندك أعراض ولا عندك مشكلة أنت يلتقى تقعد في الدار خمسة أيام ستة إلينا لا تفهم أعراض معنالك الحمد لله هذا اللي كان معاك ما ضرك واضح حد الصاع جاي عنده أعراض ويقول حد يخالط الحمد لله لا يقبل يقول يخالط وما عنده مشكلة هل الناس لا يجاد يقول حد جبار هذا عموما نحن نشتغل في هذا فهمت قال محافظين فهمت الكمامات وحافظنا إلى مسافة ما تواسع الناس جاي تعد الفحص أنا مزال جاي نعد الفحص لأي جمعة اثنين والله هورا بيروهات فهمت وعندها قد يجي المريض فهمت ما تخل بيروهات ولا جال حد عندهم قاعدين تحت تقريبا في الحيط الخلفي للعيادة المجمعة ويدخل فهمت ويعدل المر التقنيين كلهم عنده لباس وحالته ويعدل وفحص ويوخل الزجال أخرى ويوخل الباب الكبير يمشي بالتالي ما قابلنا فهمت يقعد فبلنا وفهمت يضر يقعد يقعد يقرر الراس والتالي نحن ما لدينا وما لديهم روائع نعدلوها عندنا فهمت وصار طالبتنا أن نقبل كل حد موجب نعطوه خمسين كماما نحن ما يقعد عندنا حد خمسين عندنا حد موجب تفرق زينا ترفنول وجينا والله مشينا ونعطوه خمسين كماما خمسين كماما لاش يكتب عندو يكتب 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 يحافظ ويحافظ وهذا في الدار شون في التعامل مع الناس بس يا طبو إنسان عادي كي نحن دور يقولون أنتم شخص مريض نحن يقولون نارك على الهوال الناس تسمو نحن نارك ندوره طريقة ليا الله تعادل الناس اللي انجبر فيها دائما 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 ويقسر يديه وعنده دائما من فهمت غفاسات دائرهم ويحاول وملي فهمت ما يعود في نفس البيت مع حد كبير الناس الكبار تعرض الناس منضعف لأن الناس حساسة ويحاول دائما دائما يتفدعهم ويحاول حياته عادي يتفدعهم وليعندهم مشكلة أمورة طيبة يقبال الضواة حالي قال هون نحن العام على مستوى نحن على حد أعراضه ما يمتينا معناها الفيروس ما يمتينا لا 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 دائما أمور لي هون دائما ياسم روايات أصل الحق ياسم روايات يقول لك ماذا قال روايات فهمت كل يوم عنده نظرية واحد منه نتان عدوا الفحص السريع يقول لك هذا الفحص سريع بلا فائدة فحص سريع طريبا نحن عملوه لأن نشوف حالة فهمت حالة عادية لا شاك مش شبهني فيها عدلو الفحص هو المريض ما هو الذي يطلب يقول لكم عدلو لي عدلو هو أصلا عالم بعده كامل عن الطبيب يخلي يبغي اسمه يقال الموري ثاني يبغي فراس فحص فراس اسمه وبالتالي دائما نقول لهم ما أخار شيء ما عنده حالة حتى هذا لا بدأ اسمه فهم السلم يعطيها متخصص يأتي يجي واحد يقول لك أنا يعدلي كذا فهمت لا شاك عنه هم تحجي والله مش بسكيت والله يقبغ أنه يأتي يجي الطبيب هو الذي يشوف أنا خارجي واحدين أعدلهم تستربيت خارجي واحدين أعدلهم تست معمق وحنشاك كنت في حق كل ما كان وحن عندنا خبرة فهمت وطواقب عندهم خبرة بدل من أنا جاي ندرك تعدي لي ما هو كذا فهمت بالتالي فراس وفهمت ذاك ما هو كذا أنا عايزة أقول لواحد منهم يا أخي شو أنت ما عندك عارض ولا عندك شي فهمت عندك قعدت مع واحد في بيرو فهمت والله خط عليه قد تعال نسمو ما عندك شي حتى الآن علميا ما هي الفترة التي قد تعطي مع أحد وعود مخالطة والله المخالطة علميا نقولها لك أنا فهمت تعريفها علميا فهمت للي عدلوا بروتوكول حد نين تقدم معاها فوقها 15 دقيقة ودائر كمامة وبينك معاها قلب متر ونصف ذاك وين قال المخالطة ومسيت رواك أنا وين مسيت مهم بينك معا متر ونصف بينك معا متر ونصف وحد هون قاعد معك موجب وقاعد أنا وانت قاعدين فهمت وذا كيف ما عندنا مشكلة وقاعدنا أنا موجب الله تم موجب فهمت وقاعد معاكم ونرد وذلك كنا بكمامته وكنا هذا عادي فهمت وما أجرب ولو شي فهمت هو المهم هذا الملايب سمت لعله يصير اللي يخلق الكحة والشي وبالتالي فهمت وما أكبر وما أكبر فهمت هو اللي يالتحد يحافظ لأنه خطير عدواها وشاطرة هو المشكلة عدواها شاطرة فهمت وحد عنده ناس كبار وعنده ناس طعاف يقول فهمت يعديها ويعطبها لو اللي يالتحد يستمع التركي السقار عموما ما أفهم شي فهمت تحت 11 سنة ما 10 سنوات ما أجبار أنهم بعد الحمد لله ما عنده فهمت ضرهم حتى كل ما كان لعمر أكبر حق بعد حق بعد يبعود الاحتراث حق بعد تعفين شو الأطباب ضرقية أكثر يثم لا ناس المكسنة فهمت لأنه تقع في دول أخرى دول متقدمة أخبر زلو للقوية المصرية متقدمة الله وقال أكتل إلي أسلم أنه أعرف أن أوروبا فيها عمر عمري ثمانين ثمانين هذه عاد يلحقو تجبرها مهمة ومهمة يجبرها دائما صعوبة إذن نشدين أخبار طريقة الفحوص وعمل الفرق هذلك فترة تشتاء هي فترة الحميات على الناس والناس والإعطاء أصلا هذا عادي في هذا الفصل ما سين مع هذا أنتم كفرق مباشرة الميدانية الله رحب الله شوف وتعرف عندنا 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 كيف جورنال يومي كيف أخبار يومية فهمت نقبل نشوف عدد عدد الحميات وشخصها فهمت عندنا عندنا حميات باليديسم عندنا التشخيص وعندنا الدنق فهمت وعندنا وعندنا الكحة عندنا برونشيت وعندنا كامل فهمت فهمت طباء فهمت يعدل تري إذن يشتبع نفحد كامل قابل حميات فهم نقطة هي اللي يمشي شهرها حد كامل قابل حمي يمشي شهرها هي ثف صل بينات يتعدل فحص كورونا والله فهمت والله تعدل فحص غريب غريب فملي وحدها فهم غريب فارك عندكم تعدي فحص الله والله عندنا فحص وعندنا فهمت هذا أسبوعيا جينا مرتين جينا نعدل نشوه مرتين المراقبة الوبائية متواصلة على مدار العام وعندنا الأمراض على مدار العام تنقبض فهمت معنا أنه كل حمة وكل نازلة وفيه ترى عن الخريف في فترة أمراض الحضمية ترى عنه نواع فهمت نعدل لترين نعرف أيها فهمت أيها اللي يسموه طفيلي فهمت ويها كامل يعدل وفهمت فيها مراقبة الوبائية تعدد كبار شرطيون وتعدد كرب تعدد مرحنايات فيه مراقبة الحمد لله ما خاصر ليه شيء إذن مازلنا دكتور لا ينولو لكم لا ينقبض معنا السيد محمد فالو العبدالله رئيس مصلحة محاربة الأمراض والرقابة الوبائية في دار الجو العامل الصحيب وإلى الترارزة أهلا بكم أستاذ ماذا عن ملاحظاتكم حول تنفيذ إجراءات هذه الإجراءات الاحترازية على مستوى ولاية الترارزة وخاصة الرسول اللي أنتم في أعتقد أن ولاية الترارزة بدأت إجراءاتها في الوقت المناسب وبدأت على جميع المستويات السلطات الإدارية قامت بمجموعة من الأعمال التحسيسية وعطيت جملة من التعليمات للتطبيق تعليمات الدولة اللي صدرت مكافحة الموجة الثانية من الجائحة كمان السلطات الصحية أيضا قامت بتنفيذ التعليمات الجائحة من المعالي وزير الصحة في الصدد اللي هو لمكافحة الموجة الثانية من الجائحة والله الحمد الأمور تمت كما يرام في الوقت المناسب وراجعين إن شاء الله نتعطي النتيجة إن شاء الله دكتور المستشفى كم عندكم من حالة 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 محجوزة المستشفى المحجوزة حالة شخص واحد وشني حالته أسبب علمي على مستوى الولايات كامل عدد الإصابات طرق شنون فنشخاص أخرين أن يخض لأن حالته الحمد لله خفيفة جدا ساكن أشهدين مع الدكتور قبل قليل أشهدين مع أخبار هذه الفترة فترة الحمايات وفترة نوازل ومراض صدرية وزكام على مستوى وليت لازم خاصة الرسول اللي أنتم فيها شن الحالة في مات حالة فترة الشتاء فترة الشتاء فيها حالات من التهابات الجهاز التنفسي الحادة وهذه تداخل وتشابه لكورونا من ناحية العرض والعالمات لكن القاعدة أن جميع حالة حمال الآن نعدلوا لفحص عن كوفيد إلينا تكدون ما يكوفيد حتى نبحث في الحالات الأخرى ونعطوها العلاجات الأخرى حالة ما يكوفيد إذن شكرا لكم السيد محمد فال شكرا جزيلا لكم الدكتور كشدينك بيلا خبار شوي خذنا عليها خبار التسطح المنحنى وخبار الناس تتسول للموجة تقريبا نهاية كيف ما يشاهد بالموجة الأولى الله قبل من درقاع كان نحن لكم موجة ذاني هنا وصل الفترة النهارات اللي هون كان الكورونا ما وياسر كنا عندنا الوحوص قليلة كنا نجبروا عشرين وثلاثين مرة خلق نهار ما خلق يكسا الفحوص مياس الفحوص صار كثرت نهار فيت هنا في حلقة كان سابق سابق بديد الإجراءات كان معنا الدكتور سيد الزحاف مدير الصحة قال عن سنته بالفحوص وقال عن يتوقع من سنت يكثر أعداد المصاب والله هذا من الأشياء التي تنطرح تكتبون الناس والله هذا مهم تعرف هذا هذا قبل ما جاوب نحي الأستاذ حمد فال اشتركت أنا هو كان حي من العبر و تقول حنا شفت هو لا إجراءات فمعمول به قطعا عن الموجة الثانية واضحة نجال قطعا نحن فيها دركة مات قافية قبار يا غير مالي نحن عدنا حسب قالك مدير الصحة زدنا زدنا الفحوص وكان متوقع فمت وقال هانا قاف ومتوقع نحن نتلود لي تجبر تشار يكثر تلود تجبر معروف هذه قاعدة معروفة ساعدت هاي حماية النازل وقاعد لا اللي اعتصوا كح لا اللي اعتصوا وقاعد الفحص وبالتالي هذا بالنسبة لنا هذه المؤشرات تركت يا فهمت وهذا هو النتائج اللي نجبره نحضروا في المنحنة وانت تشوف المنحنة كانت ثلاث مية زايد ترى عنه لأسبوع ترى عنه ذاك عادة مية وسبعين بالنسبة لنا نحن مطمعين وزات الفحوص وزات الفحوص وزات الفحوص والإجراءات وملي اللي قامت به الدولة كانت إجراءات جيدة عاونت للصحفة ومتن هم يقدوا يدوروا الله إن شاء الله وقاعد من هنا شرط أيام الله ذاك يدوروا الله نتقلب على هذه طلعة هذه يقوم منحنة وإجراءات وملي اليوم أنا ناصر كل حد يساعد من جانبو يقعد ويلتزم بالإجراءات يعطي ملانة عن تم السيطرة باللي هذه الحرب لا يرعي حد فيها حقوية غطان حرب ما ترعي فيها خصمك ما ترعي دا المسؤولية وروح المواطنة يعود المواطن يعرف أنه هذا مسؤوليته وهذا وطنه وهذا أجهزة أولاده متباركين فهمتك ما هو باخلي شي قاعدهم اللي هو يعاون فيها ما معناها معناها يعود يحاول أنه يعدل إجراءات يتبعهم ولا يأخذ ملأ بد من يأخذ يقصي يديه ويقعد في دار ويهنى إليه إن شاء الله وقفه سلسلة بصيفة إن شاء الله آمنة ونرجع إن شاء الله لحياتنا الطبيعية ونرجع لأمور إن شاء الله طبيعية وهذا إن شاء الله هو أنه أمله هو هدف مقاطعة تفرازين معروف عن في الأسواق الكبيرة تقريبا وفي وسائل النقل كام جايتها من حال عاصمة جاء وسائل النقل دورك متشدون أخبار هاي الناس اللي في تاكسيات وهاي الناس اللي قاع باطل لا ماشيه خاصة بعد أن بدأت ثقافة ديار الكمام والحوري قطعا عادت مشاهدة من اللي شفنا التقارير والشباب اللي قضوا الميدان شوفوا تقارير وفي النشرات وهذه صورهم كل بلايدة تشوفوا الناس عاد دائرة عاد ملتزمة بي غير الأحكم أحكم زياد الأحكم الله والله قطعا لأن كي قدت فهمت عمو اللي فم إجراءات قبط مددودة بأخبار السايقين عن حد كامل عنده إجراء حد معاه يغطي يدير كمامة فهمت ذلك مهم وينقصوا ملي الأشخاص اللي عودوا فيها ما تعود فيها زحمة والأسواق انقفلت انقفلت هاك فهمت خفف فهم الأسواق تشمله بالدم أنه تم يغسل يديه وتم يدير كمامة وإن شاء الله قالي عننا إن شاء الله ما لا يجعلين إن شاء الله آخر العام عادنا بعد وافية إن شاء الله إن شاء الله ما زالنا نوللكم قابل خيتام البرناعة إن شاء الله وحمد فائل ما زال معنا من روسو حمد فائل في نهاية البرناعج ما تلعند الناس من دوركم تعطيونا توصيات لسكان ولاية تريرزة من أجل تفادي تفشي الإصابة في الولاية حمد فائل سامعني لو تفضلتم تعيدوا السؤال لو تفضلتم تعيدوا السؤال عادنا في نهاية البرنامج ندوره توصيات للسكان ولاية تريرزة بشكل عام من التزام بالإجراءات الاحترازية وتوصيات من أجل تفادي الكثير من الإصابات ما انتشر الوباء بشكل كبير شكرا بالنسبة للتوصيات اللي نختار نقول سكان ولاية تريرزة هي الاتزام والتقيود بالتعليمات اللي تعطي السلطات الإدارية والصحية في الولاية وهي أساسا من أهم شفية هو عدم التجمع وغسل يدين بالموصابون اللي حد كان خارج عن المنزل كم الواعد الاجتماعي شكرا لكم الأستاذ محمد فال شكرا جزيلكم الدكتور ما زال عندنا تقريبا هالدقائق لأنا أعطوهم التحسيس الملو النقطة صحة لأنه رواية ما أرقتنا ندر المواطنين يفهموا عن الفحوص اللي لهم هذا معدل اللي لهم وعن هذا الدول جاء بتقول اللي لهم يقال لهم إجراءات فهم السلم فهم أن الالغوريتم ينتبع يجي منهم يحترمون لأن يجيهم شخص طبيب مسؤول المقاطعة مثل وزارة فهم يقول لهم عن بروتوكول واحد زايد واحد سايد اثنين يعرفوا يعرفوا عنه فهم بلا مصلحت فهم جاء فهم يقول لهم ما هو الطريق نحن كامل لهم نشرح لهم يوميا هذا لهم ونحن لا حد نخدم لهم يقير ملي يحترم الإجراءات اللي نقول لهم كنا عدلوا حق فحص بعد عشر أيام من حد إظهار الموجة لاحظنا عنه وفكاس وعنه يقبض ناسم الوقت شخص ومد اخر خاصة يرجاع جديد ومازال كل نهار رو نهار تتبين ورها كل مرة نحسن ونحن كل مرة نحسن كل سبوع نبدل البروتوكول لأن مازال الدراس تحظ بالتالي طبيعي كل نحسن نشوف رواية ما يسمون نزيد لها والله نقص لها رواية رواية ما هي توقف قلت لنا لك ساعة لا هو جاه مستجد لك شخص نحكم عن النظام ومعين يقول هذا هو النظام وإحنا مادة مسؤولة وإذا قلنا لكم بناش أز أنكم تعود ملي تعرفوا عننا مانا نفرطين فيكم مهمين عندهم وطول إجراءات مهم لا ينسى وقص ليدين وضع الكمامات التباعد حد ما لا بد أن يمشر السوق ما هو الأمر لا بد منه ويحاول أنه دائما يتم منتبه رأسه ويأس وملي على الناس الكبار صفتون ناس الكبار يحد يأس ليها يأتي وفهم تخليها دائما في قرف تم موك ويتباعد معها ويتمن يجي كمامته ويتم عاس عليها لأنها فهمت هي الناس الحساسة والناس التي لا تحمل يأس لنشف الله للمرضى وقالنا إن شاء الله من هذه إجراء تعود الأمر إلى عددها شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد بون المبارك الطبيب الرئيس بمقاطعة منسق فرق كوفيد شكرا جزيلا لكم شكرا مصول إلى سيد محمد فال عبدالله رئيس ومصلحة محاربة الأمراض والرقابة الوباية في دار الجيو العمل الصحي بولاية ترزة شكرا لكم مشاهدين الكرام وشكرا لأفريق البرنامج وقيادة المخرج أحمد سالم والمرابط هذه تحياتي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة